طبعاً بيبقى فيه إلتزام للممولين بالانضمام إلى المنظومة وخليني في البداية أقول إن مادة 71 من قانون الإجراءات في عقوبة عدم الالتزام بالفواتير الإلكترونية بتبلغ من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه لكن إحنا بنبتدي نحط موعيد وبعد كده بنبتدي نحصر الممولين اللي مش بينضموا إلى المنظومة وفي النهاية إن فيه ممولين بيتعنتوا في الدخول إلى المنظومة بعدم الالتزام بالإجراءات اللازمة للانضمام فالمصلحة بتاخد الإجراءات القانونية اتجاه هؤلاء الممولين بتحولهم إلى النيابة وده علشان نقدر نزبط المجتمع الضريبي بإصدار الفواتير عبر منظومة الفواتير الإلكترونية لكن خلينا أقول إيه هي الإجراءات المطلوبة للانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية الإجراءات المطلوبة إحنا نتكلم فيه أربع إجراءات أساسية الإجراءة الأول هو إن الممول يسجل على منظومة الفواتير الإلكترونية والإجراء الثاني إنه هو يستخرج توقيع إلكتروني من خلال الوزارة الإتصالات والتكنولوجيا وكمان إنه هو يقدر يكود السلع والخدمات الخاصة به وده تعتبر الخطوة رقم ثلاثة والخطوة رقم أربعة هو إن لو عند الممول نظام موارد أو نظام تخطيط موارد مؤسسي اللي هو الـ ERP بيقدر يربطوا بمنظومة الفواتير الإلكترونية عن طريق خطوة اسمها التكامل مع منظومة الفواتير الإلكترونية الحقيقة يجب على كل ممول أنه يتبع الإجراءات وهي إجراءات إلى حد كبير بسيطة ما بتاخدش مجهود كبير لكن ممكن تاخد بعض من الوقت اللي من خلالها في انتهاء الخطوات الأربعة يقدر الممول يقدر يصدر فواتيره عبر منظومة الفواتير الإلكترونية وده الحمد لله اللي احنا حققناه بنجاح من خلال الممولين اللي انضموا إلى منظومة الفواتير الإلكترونية